بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الدرس الجديد والذي يتعلق لنا طبعا بمكون التاريخ العنوان هو التاريخ والمؤرخ التاريخ هو المؤرخ أول حاجة أبناء الأعزاء تعرفوا الهدف طبعا من الدرس أتعرف معنا التاريخ وعمل مؤرخ وأذواته أتعرف معنا التاريخ وعمل مؤرخ وأذواته إذن أمهد لتعلماتي تعرفت في المستوى السابق جوانب من ماضية الشخصي وماضية أسرتي وقريتي مدينتي ووطني من خلال دراسة وطائق وشهادات وبذلك أكون قد شرعت في تعلم التاريخ بالاستئناسي بعمل مؤرخ وبعض أدواته فما معنا طبعا التاريخ وكيف يعمل المؤرخ وما أدواته إذن اليوم شاء الله جينا باش نعرفه معنى التاريخ وعمل مؤرخ وأدواته هذا هو الهدف لعدنا نطلب أمشوا الوثقة الأولى لكي تقول لنا رقم واحد باش نعرفه معنى التاريخ إن التاريخ هو دراسة الأحداث في الماضي أي كل ما يترأى من تغيير على الأرض ويكون متصلا بحياة البشر ويكون متصلا بحياة البشر أعيد إن التاريخ هو دراسة الأحداث في الماضي أي كل ما يترأى من تغيير على الأرض ويكون متصلا بحياة البشر إذن من خلال هذا النص هذا هذا الوثقة رقم واحد نحدد معنى التاريخ يعني موضوعه الزمان الذي يهتم بدراسته إذن الموضوع للتاريخ هو دراسة الأحداث رأى مكتوب الأحمر دراسة الأحداث والزمان طبعا هو الزمان الماضي الزمان الماضي إذن فالتاريخ هو دراسة الأحداث الماضية التي مضت يعني بشيء دابا الوثقة رقم اثنان ها هي ثم الوثقة ثلاثة ها هي والوثقة أربعة اللي فيها نصغر شوية ها هي الوثقة أربعة إذن المطلوب مننا هو انطلاقا أحدد المدى الزماني لما تمثل الوثائق اثنان وثلاثة واربعة في جدول أنقله إلى دفتاري إذن عن شو الوثقة رقم اثنان ها هو الوثقة رقم اثنان كتحدثنا على زلزال مدينة أجادير يعني حدود زلزال بمدينة أجادير إذن حدود أو وقوع زلزال من الأجادير المدة الزماني صارقها الحدث طبعا زلزال يقع في فترة قصيرة قصيرة عن شو دابا الوثقة رقم ثلاثة اللي هي المرأة المغربية قديما وحديثا طبعا كان عدنا هنا الموضوع هو خروج المرأة المغربية في الحياة العامة وفترة طبعا متوسطة عن شو دابا الوثقة أربعة لاحظوا جيدا معي أبناء الوثقة أربعة عما تحدث قرأوا عنو الوثقة هو باب بجلود بفاس في الماضي والحاضر في الماضي والحاضر إذن مدى وقع هو ترميم باب طبعا ترميم باب بجلود بفاس والمدى الزمنية للصغرقة الحادث هو طبعا مدى طويلة لأنه مرتها 12 قرنا 12 قرنا عاد تم ترميم إذن من خلال هذه الوثقة الأربعة نريد أن نعطي تعريفا للتاريخ قلنا التاريخ هو ماذا هو دراسة الأحداث الماضية وقد تكون هذه الأحداث استغرقت مدى طويلة أو مدى متوسطة أو مدى قصيرة نمر إلى الفقرة الثانية اللي هي أتعرف خطوات عمل مؤرخ وأدواته وأتدرب عليها إذن الخطوة الأولى كما عدنا في العنوان هي الانطلاق من الموضوع لاحظوا المواضيع اللي عدنا الوثقة روح أحد عودة المالك محمد الخامس من النفا في 1905 ثم عدنا الوثقة الثانية ووضع الحجر الأساس لإحدى دور الشباب والوثقة الثالثة ديال البطل فوز البطل المغربي القروج بالميدالية الذهبية إذن إذا أردنا أن نملأ أهل الدول فالوثقة واحد موضوع ديال لشنا هو هو عودة المالك محمد الخامس من منفا سنة 1855 مستواه طبعا فهذا يتعلق بالوطن ديالنا وطني مستواه دياله اللي هو وطني بالنسبة للوثقة رقم جوج وهي وضع الحجر الأساس لإحدى دور الشباب هذا مستواه ديال دور الشباب لإحدى المدن فهذا محلي مستواه المحلي وأخيرا الوثقة ثالثة فوز البطل المغربي القروج بالميدال الدهبية وهذا على الصعيد الدولي فهذا الميدال الدهبية للصعيد الدولي إذن فهو مستواه عالمي أو دولي إذن السخلص الخطوة الأولى من عمل المؤرخ الخطوة الأولى هو الانطلاق من موضوع بحل عودة الملك محمد من المنفا إذن الانطلاق من الموضوع عالم شئو الوثقة الخطوة الثانية للمؤرخ هي البحث عن وثائق لاحظوا عندنا الوثقة أربع عام لقاء أثرية الوثقة خمسة تعبر على أن أحد أب أو جد يحكي لابنته ثم الوثقة السيد صارها ما ما يوجد عليها يعني مخطوطات مكتوبة ثم عدنا هنا هاد الشريط إذن عاني بشي يقولك ألاحظ الصورة ثم أصنف الوثائق الممثلة فيها حسب نوعيتها إذن واش الوثقة رقم أربعة هذه مادية معطونا مادية مكتوبة شفوية أو مصورة إذن بنسبة لها اللقاء الأثرية فهي مادية فهي مادية طبعا أهميتها بالنسبة هي شفوية و الأهمية هو رز أحداث الماضي القريب والمستمر طبعا من خلال استجواب أو شهادة أشخاص عاشوا وشاهدوا هذا الماضي أو شاركوا في صنعه إذن هي شهادة الشفوية الهدف منها هو رز أحداث مؤرغ يعني يرسل أحداث الماضي القريب والمستمر من خلال ماذا استجواب أو شهادة أشخاص عاشوا أو شهادوا هذا الماضي وقد شاركوا في صنعه ثم الوثيقة السا اللي هي شهادة طبعا مكتوبة شهادة مكتوبة وهذا هو الأهمية هي المصدر الأول لأي بحث تاريخي وبالتالي فهي شهادة أساسية للمؤرخ تتري وتغني البحث دياله بالنسبة الآخرة اللي هي مصورة شهادة مصورة هي مصدر المصادر طبعا الأهمية هي مصدر المصادر للبحث التاريخي يمكن الاعتماد عليها إذن ليومش نجوج خطوات لانطلاق من الموضوع ثم البحث عن الوطائق نكمل في الحصة القادمة